تحضيراً للتعامل مع هجمات انتحارية محتملة يكون مصدرها الأراضي الليبية بدأت قوات عسكرية جزائرية تونسية على الحدود مع ليبيا في تحصين مواقعها المتقدمة جاء ذلك بعد تدول تحذير أمني في الجزائر وتونس من احتمال شن جماعات مرتبطة بتنظيم داعش لهجمات انتحارية على الحدود مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته قال أن الجيش يراقب على مدار الساعة المنطقة الغربية في ليبيا من أجل تعقب ثلاث جماعات مسلحة تنشط في المنطقة تعمل على تهريب السلاح وتدريب الجهاديين تنظيم المرابطون أو التوحيد والجهاد الذي يتزعمه مطلوب في قائمة الإرهاب لمجلس الأمن الدولي يدعى حمدى ولد محمد خيري وجماعة الملثمين التي يتزعمها مختار بالمختار المطلوب في قائمة الإرهاب لمجلس الأمن الدولي أيضاً متهم بالتخطيط لعملية احتجاز الرهائن في مصنع الغاز في عين أميناس عام 2013 كتائب الصحراء التي يتزعمها جمال عكاشا هي ضمن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب وهو مطلوب دولياً بتهم اختطاف رهائن دول غربية عديدة تستفيد هذه الجماعات الإرهابية من حالة الفوضى في ليبيا حيث تعد منطقة الجنوب الغربي الصحراوية في ليبيا منطقة آمنة بالنسبة لهذه الجماعات مقارنة مع شمال مالي والنيجير المجاورة أين تتواجد قوات فرنسية وتشارك الجزائر وليبيا مع دولة النيجير في حدود صحراوية طويلة يسهل التسلل عبرها رغم ضخامة الإجراءات الأمنية التي تفرضها الجزائر على الحدود